السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بدأنا نسمع أرقام بدأت يزيد في مصر من إصابات فيروس كورونا والخطر بدأ يحيط بكل الناس رجاءً الناس تهتم شوية لما تدخل على بيتك لازم تدخل بطريقة صحيحة هنشوف فيديوهين واحد منهم اللي معظم الناس بتعمله ودي طريقة غلط وهنعرف إيه صح لما تدخل بيتك من برة لأن انت وانت برة ممكن تبقى تعرضت لإصابة وانت ما تعرفش يعني رجاءً الكل يلتزم في البيت والخروج يكون للضرورة القصوى ولو خرجت هنعرف إزاي تطهر نفسك قبل ما تخش البيت وقبل ما تخش على أولادك ربنا يحفظنا وسلمنا جميعًا إن شاء الله الفيديو اللي فات كان فيه أخطاء كتيرة جداً ودي معظم الناس بتعملها تعالوا نشوف إيه الأخطاء اللي إحنا وقعنا فيها وإحنا طالعين أو دخلين البيت عندنا أول حاجة وأنا طلع على السلم حطيت إيدي على الدربزين وأنا ماشي وإيدي ممكن تبقى مصدر لعدوى وأنا لو حطيت إيدي على الدربزين وأنا ماشي ممكن أي حد بعد كده أنه حطي إيده على الدربزين ممكن يتعدي دي الغلطة الأولانية الغلطة الثانية وأنا برن الجرس طبعاً رنية الجرس بكف إيدي كده وكف إيدي ده كان معرض حتى لو أنا كنت لابس جرافز بره ورنيت بالجرافز ديت رنيت الجرس أو أنا لابس الجوانتي لأن الجوانتي ده بيبقى حامل المكروب أكتر من الإيد نفسها تمام؟ ورنيت الجرس فأنا لو في إيدي عدوى كده حطيتها على زرار الجرس النقطة رقم ثلاثة ومساكت المقبض بتاعي الباب وأنا مساكت المقبض بتاعي الباب طبعاً ستيل ستيل ممكن الفيروس وعد عليه فترة أطول ممكن يقعد أربعة أيام ممكن فيه ناس آت أكتر من كده الشوز بتاعي ما طهرتوش دخلت على طول لما ابني فتح الباب سلمت عليه ودخلت معاه طبعاً من غير مطهر هدومي دي كلها كانت أخطاء شفناها في الفيديو اللي فات تعالوا بنا نشوف إيه الخطوات الصحيحة لما أدخل بيتي إزاي ما أدخلش عدوى من برة أدخلها جوه البيت الخطوات كلها سهلة وبسيطة والموضوع مش معقدة لحاجة بس عايز اهتمام وعايز تنظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موضوع 25 ثانية من غير مسلم على الحد لا ينفعش أدخل مسلم على أي حد بزمتي محفوظة في المطهر وبدومي تم تطهير في الفيديو التاني شفنا الطريقة الصحيحة وأنا طالع ملمسش الدربزين تمام؟ لما جيت أرن الجرس برن بظهر إيدي بالحط دي مثلا تمام؟ لما أجي خبط على الباب ما أخبطش بكف إيدي بحاول أخبط بظهر إيدي ده كله عشان احتمالية وجود العدوى هنا أكتر من ظهر الإيد تمام؟ لما فتح الباب أنا لازم أطهر نفسي ما يسلمش على حد ما سلمش على حد خالص قبل ما أطهر نفسي الأول زي ما انت شفتوا معنا تم التطهير على كامل الملابس وبما فيهم الشوز لازم يكون عندي طبق برا يكون محطوط فيه مطهر ممكن الفينيك يغني في موضوع تطهير الحزاء من تحت مش من فوق زي ما انت شفتوا بتخلع الحزاء بتاعك وتحطه في المحلول اللي فيه فينيك وتسيبه شوية مثلا في حدود ربع ساعة أو تلت ساعة بعد ما رش علي وعلى ملابسي كلها وخلعت الحزاء بتاعي وحطيته في المحلول بقي إيدي إيدي هحط عليها صابون وأفضل أرغي لمدة خمسة وعشرين ثانية أنا لما أرغي كده لمدة خمسة وعشرين ثانية تأكد إن كل الفيروسات اللي في إيدي أو المكروبات عمتا اتقاتلت كده إيدي اتعقمت لو عندي كحول سبعين في المية وأنا متأكد إنه سبعين في المية ممكن أستخدمه لكن للأسف معظم الكحول اللي الناس بتشتريه دلوقتي من الصيدليات تركيزه أهل من سبعين في المية بكتير جدا فرجاء ما تعتمدش عليه وما تتعبش نفسك إنه انت تدور على الكحول الناس كلها بتقول إحنا عايزين نشتري كحول عايزين نشتري كحول الصابون العادي أو الصابون السايل هيقدم الغرض لو حضرك يستخدمت الطريقة صحيحة وعقمت إيدك لمدة خمسة وعشرين ثانية زي ما إحنا شفنا في الفيديو كده أنا إيدي متعصة صابون فبالتالي مش عاف أسلم على أحد فهدخل على الحمام مشارطا أغسل إيد كويس ونشف وبعد كده ممكن أتعامل أغير هدومي عادي مفيش أي مشكلة كده إحنا عرفنا الطريقة الصحيحة اللي تدخل بيها على بيتك وعلى أولادك عشان إنت ما تكونش سبب دخول العدوى عندك في البيت حاول على قد ما تقدر إنك تطبق الحاجات ديت لو عجبك الفيديو يريد تعمل له مشاركة عشان غيرك يستفيد وحاول يا جماعة على قد ما تقدره محدش ينزل من بيته الحالات بدأت تزيد بالفعل وربنا يا أسترها الفترة الجاية ممكن تبقى فترة عصيبة شوية لازم كلنا ننشر الوعي ده ولازم كلنا نهتم عشان الفترة الجاية دي ربنا أسترها معانا ومعاكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته